هنالك صمت في اسرائيل لا يريدون ان يتحدفوا لا يريدون الامور ان تخرج عن سياقها هنالك خشية من ان تتدهور الامور اسرائيل عمليا قامت بضرب عاصمتين بيروت اللبنانية طهران الايرانية في اقل من 24 ساعة في عمليتين تقول المصادر المطلعة بانها عمليا ناجحتين سواء باختيال فؤاد شكر الذي مازال الجانب الاسرائيلي اكد بانه تم اغتيال والجانب اللبناني لم يؤكد ولكن العملية في طهران تكاد تكون اخطر الطرق كيف تمت عملية الاغتيال هذا كله لغاية الان لم يتم الافصاح عنه الشيء الوحيد الذي يمكن الافصاح عنه بان ليلة امس امضى نتنياه طوال الليل في داخل مقر وزارة الجيش الاسرائيلي وهذا اشارة الى انه ما كان يتابعا التسريبات التي خرجت صباح هذا اليوم تسريبات هو انه لم يتم ابلاغ الكابنت الاسرائيلي بان اسرائيل تنوي باختيال فؤاد شكر في الضربة الاولى في بيروت ولم يتم ابلاغ الكابنت الاسرائيلي باختيال اسماعيل هنية في طهران وتقول لتسريبات الاسرائيلية السبب في ذلك بانه كان هناك خشية من ان هذه المعلومات يمكن ان تتسرب قبل البدء بهذه العملية الحساسة جدا هناك رفع لحالة اتهو في اسرائيل ولكن هناك صمت في اسرائيل والسبب في ذلك بأنهم يرون بأنه إذا ما كان هناك مارد سوف يخرج في الشرق الأوسط فها هو الوقت والإذان بخروج هذا المارد تحديدا بعد ضربتين في عاصمتين لقائدين كبيرين في حلف المقاومة وبالتالي الجانب الإسرائيلي يعلم بأنه لا يمكن لهذه العمليتين أن تمروا دون أن يكون هناك رد ولكن من جانب آخر الجانب الإسرائيلي ينتظر البوارج الأمريكية اليوم كانت هناك تصريحات جد مهمة لبلينكين وزير الخارجية الأمريكية الذي قال بأن الولايات المتحدة لم تكن تعلم بأن إسرائيل سوف تقوم باختيار إسماعيل هنية ولكن الجميع يعلم بأن السياق كانت تعلم وهذا هو طبيعة الأشياء نتيجة التعاون لاستخباراته على أعلى المستويات تحديدا في الأخمار الصناعية الجانب الآخر من القصة هو أنه بعد عملية الاغتيار الآن موضوع التفاوض انتهى وإسرائيل عمليا وهذا الذي يصل إسرائيل باستمرار بالقبل للتعليقات بأن إسماعيل هنية كان هو الشخص الذي يدير المفاوضات نعم الصنوار كان يوعز ولكن الشخص الذي كان يدير المفاوضات هو الذي تم اغتياله وهذا يعني بأن الحديث عن موضوع ملف التفاوض الآن ليس فقط مؤجل لربما حتى ملغي لأنه لا يوجد هناك الآن في حماس من سوف يتحدث عن مفاوضات في الوقت الذي تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وإذا ما كان هناك متشددين والسقور في حماس فهم الآن سوف يكون أكثر جرأة وذلك لإنهاء هذا التفاوض أو المطالبة بالعودة إلى الشروط أكثر تعجزية في السابق وهذا الذي قيل للإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم بعدم القيام بمثل هكذا عملية سوف تؤدي لإنهيار وهذا طبعا الذي يدفع الآن حالة الإحباط عند أهل المحتجزين حالة الإحباط عند كل من يريد أن يوقفها فيه الحرب هذا على صعيد ملف التفاوض رؤية مختلفة ولكن إذا ما تحدثنا حول مستقبل العملية العسكرية في قطاع غزة أحمد هناك رؤية بالفعل تتعلق ويمكن أن تكون مقلوبة وهو أن هناك عملية عسكرية في غزة لم تؤتي الثمارة 300 يوم لا يوجد هناك نتائج الانتخابات الأمريكية في سبتمبر ستبدأ دعاية الانتخابية رجع من يمينة يوم من ولاية المتحدة وكأنه معه رسالة واضحة إنهي الحرب هذا الذي كان قام به من يمينة يوم وعموما اختيال إسماعيل هنية ليس بالأمر الصعب إسماعيل هنية كان موجود في قطر كان يمكن إرسال الموساد طائرة مصيرة يعني تكتكيا اختيال إسماعيل هنية ليس بالأمر الصعب ولكن اختيال فؤاد شكر هو صعب لأنه في داخل الضحي الجنوبية والاحتياطات الأمنية العالية وما إلا فالك ولكن بغض النظر يعني بمعنى أن إسرائيلة وردت اختيال إسماعيل هنية قبل أربعة خمسة أشهر كان يمكن لها أن تختالوا ولكن اختالت الآن هذا التوقيت واختالت أيضا فؤاد شكر بها في التوقيت بعد عودة نتنياهو من الولايات المتحدة محملا لربما بالرسالة انهي الحرب بمعنى أنك عندما تريد أن تنهي الحرب إسرائيل تريد أن تسجل آخر النقاط التي يمكن أن تسجلها تستقبل صواريخ تستقبل مجموعة من الضربات التي يمكن أن تستقبلها تصل الأمور إلى ما وصلت إليه يجتمع مجلس الأمن ويتم الإقرار على وقف اطلاق النار والبدء من العملية السياسية وعملية التفاوض وذلك طبعا لن يحدث إلا بعد عدة أسابيع لأن حماس وحزب الله والجهد الإسلامي والفايلق القدس والحوثيين كلهم سوف يردوا على إسرائيل وبلا شك سوف يكون هناك ضربات موجة للجانب الإسرائيلي ولكن هذه الرؤية المقلوبة التي أودت أن أشرحها هي تتعلق بخواتيم الحرب بمعنى بأنه لربما لربما احتمال أن إسرائيل أراد أن ترفع هذا الصعيد وهذا التصعيد وهذا الكلام لدرجة أن يقول الجميع حان الوقت لوقف اطلاق النار بن يمين نيتنياهو يقول لنفسه والجمهور الإسرائيلي اختلت لكم رئيس حركة حماس اختلت لكم الرجل الثاني في حماس صالح العروري اختلت لكم الرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر قمت بكل هذه العمليات وضربت جوا طهران وضربت جوا بيروت وهذا عمليا يسجل له في السجلات السياسية بأنه قام بمثل هكذا عمليات جريئة وعندها يمكن الحديث حول نهاية العمل العملية العسكرية لأنه إذا رجعنا للثلاثمائة يوم لم تحقق إسرائيل شيئا لا يوجد هناك إلا قتل مدنيين قتل أبرياء تدمير مباني مصيرات لا تقيد تتوقف اقتصاد إسرائيل مضمر لم يتم نزع قوة حماس من داخل قطع غزة حماس موجودة في غزة حماس لم تتبخر كل الذين يتحدث معهم في غزة يقولون لي بصريح العبارة نعم هم يختفون رجالات حماس من غزة ولكن في لحظات معينة نرىهم بيننا هم موجودين بأسلحتهم أو بلباسهم وبالتالي ما زالوا يحكمون قطع غزة والمجتمع الدولي مصر قطر كل الأطراف وحتى قطع الأطراف الفلسطينية لا تريد أن تتحدث أبدا عن نزع شرعية حماس نزع قوة حماس أو ما يسمى نزع حكم حماس وهو الشرط الثاني للحرب والشرط الأول طبعا كان إخراج المحتجزين ولنحن لم نرى إلا أربعة أخرجوا بعمليات عسكرية والجزء الأول الذي أخرجه بالصفقة غير ذلك لم نرى شيئا وبطبيعة الحال هذا يعني بأن الجانب الإسرائيلي لم يحقق شيئا مما حققه ولكن هو يبحث عن صورة الانتصار إذا كانت صورة الانتصار هو تعليق بوسترات ضخمة لإسماعيل هنية في شوارع الدول العربية والشوارع الفلسطينية واللبنانية وغيرها لربما هذه صورة جيدة لنيتنياهو ولجالنت الذي هو وزير الجيش وبالشك أن الجيش وهنا القضية ليست قضية سياسية يعني اختيال إسماعيل هنية لا يجب الذهاب فيه بأنه هذا سجال سياسي إسرائيلي داخلي إسماعيل هنية مختلف تماما عن فؤاد شكر هناك اختلاف كبير هذا شخصية سياسية بارزة موجودة في قطر وهذا قائد عسكري يعني يعمل على ضرب المسايرات وبالتالي هناك اختلاف وصلا التفعن بأن هناك اختلاف ضرب طهران ليس ضد ضرب بيروت وهذا كله يمكن أن يحمل في بطقة واحدة أخيرا لابد الإشارة إلى أن ماذا هو الإنعكاس على المجتمع الإسرائيلي يعني كيف يفكر الإسرائيليون اليوم قبل أن أبدأ معك هذه المقابلة رجعت ماذا يكتب يعني متابعين الناس السوشال ميديا إلى خلال الإسرائيليون طبعا جزء منهم فرح بموضوع الاختيال وهذا طبيعي ولكن الجزء الأكبر كان يقول تم اختيال هنية وقبلها كان اختيال أحمد يسين وماذا يقدم ويوخر أولئك سوف يأتوا بقائد جديد لربما يكون صقر جديد متشدد يعني وبالتالي لن يأتي بجديد الاقتصاد ما زال على حاله منطقة الشمال الآن شبه فارغة كل الإسرائيلي ينزحون إلى منطقة المركز منطقة الجنوب أصلا فارغة وكله ينتقل لو جدون عليك فنادق أو بيوت للأجار في كل تلك المنطقة وما هي الحالة التي يمكن تقديمها ضربات والمزيد من الضربات لم يتبقى إلا شهر لبداية المدارس والجامعات وبالتالي عودة الحياة إلا ما يصف فصل الإجازات انتهى شهر أغسطس يسجل أعلى سعر لطائرات خارج مطار اللد يعني أي صليل يريد أن يسافر إلى أوروبا علي أن يدفع 700 أو 800 دولار أمريكي العام الماضي كانوا يدفع 250 شوف الفرق وأنا لا أتحدث عن الطائرات يعني أتحدث عن الشركات المحترمة الآن هذا تضاع فلف مرات من 250 إلى 700 دولار في شهر أغسطس هذا يوضح بأن هناك طلب كبير على الطائرات لا يوجد هناك طائرات تأتي وهذا كله يؤدي إلى يعني انزعاج المجتمع الإسرائيلي من استمرار هذا السجال بلا أي أفق هناك طيار كبير يطالب باستمرار الحرب إلى الأبد سموتر جبينكفير وكل هذه المجموعة وهناك طيار وسطي يقول يجب أن يكون وهذا طبعا يمثل جانس والابين الذي يقول علينا أن نستمر بالحرب ولكن بشكل عقلاني هناك جزء من المجتمع الإسرائيلي ليس اليسار هناك جزء من المجتمع الإسرائيلي يقول تعونا نعود إلى الاقتصاد وإلى الحفلات وإلى الوضع الطبيعي وإلى عودة المدارس ولماذا كل هذا الموضوع ونعود كما كنا كان هناك حرب ضربنا فضربونا فانتهت المسألة وهذا السجال عموما هو سجال يوضح بأن لا يوجد هناك رأي واحد في إسرائيل يمثل بأن الذي يحدث الآن هو انتصار عارم بل هناك اختلاف في وجهة النظر أشكرك شكرا جزيلا لك أحمد البوديري في مراسل الغد كنت معنا من الوقت سيكون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر